ذلك شفناه في تصريح متلفز في قناة القاهرة الإخبارية قال زكي أن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي مما أدى إلى قطع التواصل معه لكنه أشار إلى توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصفة مما أتيح إمكانية التواصل مع الحزب ونفكروا هنا أن جماعة الدول العربية صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية في مارس 2016 والقرار قبله بتحفظات من لبنان والعراق لماذا صنف حزب الله حزب الإرهابية في 2016؟ لما تدخل حزب الله للقضاء على الجماعات التكفيرية في سوريا وهذه الجماعات التكفيرية كانت بصناعة أمريكية وتمويل خليجي معروف من يحكم في الجامعة العربية نعرف جيدة ما يبعض دول الخليج الغنية هي تحكم في الجامعة العربية إذن استطاع حزب الله القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية هناك وأرسلها تقريبا يقاتل 7000 جندي من جنودي وقتها واستطاع فعلا وين هم توتوا؟ بالله جبهة النصرة وداعش وأجمع هذو أين هم الحرب في إسرائيها وعندهم مواقع محاذية الكين الصهيوني بالله يوينهم داعش وجبهة النصرة والجولاني وقتجمع هذو أين هم الآن؟ بالله يوينهم في المعركة بتاع الطفال الأقصى قضاء عليهم طفال الأقصى قضاء عليهم طفال الأقصى نهيهم الجماعات التكفيرية للأسف بعض الشباب العربي انساق وراءهم هنا وذهبوا للقتال معهم لم يطلقوا رصاصة واحدة على الكين الصهيوني وثبت بالمكشوف أنهم عملاء للصهيونية وعملاء للمخابرات الأمريكية وتم تجنيدهم هنا بالأموال الخليجية بالمال الخليجية هذه تصريحات معروفة يعني كيف تسار الملف تابعوا جيدا هذه معلومات هذه مش أرأة هذه معلومات قالها رئيس الوزراء القطر يعني ذكرها حمد بن جاسم مذكر كيفاش كل ملف تم تحويله لغي ذلك بالملف السوري لغي ذلك الآن المعادلة تغيرت لماذا تغيرت؟ لما التقى حساب زكيلة والأمير العام مساعد مع رئيس كتلة الوفاء المقاومة اللي هو السيد محمد رعد اللي هو العظند السياسي الأول لسيد حسن نصر الله والتقاه في بيروت لغي ذلك وتم اتخاذ هذا القرار واللقاء هذا هو أول لقاء يجمعهم منذ عشر سنوات من عشر سنوات نعم من عشر سنين ما تقبلوش وما مشيش وهنا شفنا القرار هذا من تبعاته أن الجامعة العربية بالتالي إذا تعرض لبنان لأي هجوم فالناس ستقفل لجانب لبنان هذا على الأقل بالمنطق السياسي واستشعر العرب وخاصة عرب الخليج أن حزب الله وكلمة قالها روح حسن نصر الله لن يشفق عليك العالم إذا كنت ضعيفا ولن يبكو عليك إذا كنت ضعيفا خاتلنا السؤال راولة يحتلموك إلا إذا كنت قويا من في حاجة لمن؟ الجامعة العربية سمحوني في حاجة لحزب الله أم العكس؟ ما نعرف جيدة شوف ريح حزب الله عندما أطلق تلك التصريحات القوية ضد قبرص والتصريحات كذلك متواترة وقوية ضد كل من تنطلق منهم القواعد والطائرات الأمريكية أو حتى الإسرائيلية لضرب لبنان أو لضرب حزب الله فإن الحزب كما قال يعني لن تكون له أمام خطوط حمراء بالتاني هي رسالة سياسية من الجامعة العربية لحزب الله أنها أننا يعني طوينا صفحة معا وأن ربما هذه الجامعات الإرهابية والتكفيرية وربما في جانب ما اعتراف من الجامعة العربية أنها كانت على خطأ وأن حزب الله كان على سواب في بقاومتها أو نام وأن هذا رسالة سياسية قوية جدا للحزب في الداخل اللبناني نعرف جيدا أن لبنان لو كم الحرب الأهلية اللبنانية اللي من 75 إلى 90 عام كانت حرب أهلية عربية في الحقيقة وليس حرب أهلية لبنانية لأن كل الطواقف والفصائل اللبنانية كانت مدعومة من قواء إقليمية عربية يعني معروفة معروف جيدة لكن لو نعود إليها بالتالي هذا اعتراف سياسي بالمقاومة بحزب الله وهذا كعليش هو حزب الله الآن وقالها روحة رسال الله قال في حرب 2006 يعني كانت بعض الدول العربية تحرز على حزب الله كانت حتى دول أخرى يعني لم نكن مع علاقاتها جيدة معها مثل روسيا والصين لغاية ذلك إذن الآن حسيم زكي عمل شوية إنعاش للجامعة العربية قال بأن حزب الله يعني معناه بالتالي رفع تصنيفه من اللائحة أو من التصنيفه كجامعة عربية التوافق الدولي موش هو حسيم زكي يعني باعتباره مثل جامعة عربية مثل جامعة العربية بالتالي هذا القرار مش قرار شخصي إنه هو بالطبيعة هو ذهب كمبعوث وبالتالي فيه رسالة سياسية جيدة أعتبرها طبعا رسالة سياسية جيدة لأنه نعرف جيدا أن اللقاء رغم أنه المحادثات تركزت على احتواء التصعيد في جنوب لبناء هيا ماولا هنا هيا المنارة خليتوا يكمل هلا هادي كهية صحيح ماولا هنا شوف هنها توا المبعوث الأمريكي ما هي الورقات التي يحملها شكونوا المبعوث الأمريكي تحكي على هاكشتاين ها في بلي على الجمال العربي لا مع هاكشتاين سمعني ها بشي نكمل المعلومة توا هاكشتاين والجامعة العربية الجامعة العربية ما تنسق مع الإدارة الأمريكية ها ما قلت شيء اي بلا انا استنى فيك مش تكمل طبع هي رأي الجامعة العربية ناسوا إلي بريء ورجعوا لي على مسؤوليتك يزم يرجع اسمول برني الجامعة العربية هي رأي في النهاية تحولت إلى أداة أمريكية وهذا شفناه حتى من حرب الخليج الأولى يعني قرار الحرب على العراق وقرار يعني رغي يدك من قمة واحدة الصعيف القاهرة إذن فبالتالي هنا هي محاولة لاحتواء الموقف في لبنان ولمنع تصعيد الموقف بالتالي هنا شوفوا الآن مثلا هذه الزيارات المكوكية توا لبنان صار الآن محجا للوفود الدولي بعد الهدهد بعد رحلة الهدهد جاء وزير الخارجية الألماني جاء الكاردينال الماروني جاء الهوكستاين مبعوث البيت الأمير وجاء مبعوث الجامعة العربية يعني شوف هدهد هدهد سبق إلى من هدهد سليماني إلى هدهد حسن نصر الله معناها شوف ماذا تغير هذيك رايشوف دائما نقول رو عند إذا أردت السلام فعليك استعداد الحرب غلفتها بارش ديبولو بسيطة سؤالي لك أنا سيد العميد ديليل أنا مش نسألك سيد العميد لماذا الآن من 2016 عليش توا بالذات أنا 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 شوف المشكلة داعش نية نمشي مباشرة لما يحدث لنحاول نغطيها ولا نفهمها طول أنا كنت متوقع الساعة من اللي مشاها ذايا مبعوث أمريكي وحاول الفصل بين لبنان والمقاومة اللبنانية والمقاومة في غزة وقال لهم أنا سيد يجيدكم وقفوا كل شيء والجيش السوريوني معاش يدخل لبنان ومعاش فيما طيران معناها جبلهم يقولوا الجزرة مدلهم الجزرة فماذا قال له السيد حسن صلى الله قال له بأس معناها ما تقدمت به أنا معناها سأسند